احنا لازم نقول حاجة مهمة قوي يا سادة الابتزاز بكافة صور وخيانة خيانة للدين خيانة للأخلاق خيانة للمجتمع خيانة للدين لان الدين حرم الخطف الأعراض وحرم كمان الخيانة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة لمن تمنك ولا تخن من خانك لأن الخيانة مجرمة والابتزاز خيانة من أخس أنواع الخيانة الابتزاز كمان مش بس خيانة الابتزاز أنا شايف وإن كان ده يمكن أن لا يصنف بهذا التصنيف القانوني لكن أنا شايفه نوع من أنواع الاتجار بالبشر الابتزاز اتجار في البشر لأنه اتجار في الأعراض وخاصة لو كان الابتزاز ده ابتزاز جنسي خاصة لو كان الابتزاز ده هو الابتزاز الالكتروني الابتزاز نوع من أنواع الاتجار في البشر في أعراضهم في مكانتهم في حياتهم والدليل على ذلك لو ما كانش ده اتجار بالبشر ما كانش الابتزاز وصل حد إلى أنه يذهب بنفسه الابتزاز يا سادة اتجار في البشر عشان كده لازم ننتبه أن كل الأشياء اللي بتبقى على المحق مع قضية الانتحار أنا شايف أن هي مرشحة من أن تنتقل من كونها أمن مجتمعي إلى أنها تصبح أمن قوم احنا بتعامل مع جريمة بتمسينا كلنا جريمة الابتزاز دي بتمس الشعب كله بتمس الناس كلهم وعشان كده لازم يتضفروا وعشان كده الخطاب كان موجه للمؤمنين إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم نعم المبتز ملعون والمبتز اللي بيخوط في الأعراض في الأعراض ملعون ولذلك لازم نكون فاهمين ده فنبتزاز خيانة للدين والأخلاء والمجتمع لأن الله سبحانه وتعالى قال كل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام وكمان حضرة النبي آخر عهد بيننا ومبين حضرة النبي لم قال إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شاركم هذا في بلدكم هذه وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إن الشخص اللي بيخوط في أعراض أخوه هو نوع من أنواع أكل لحمه بالميت ترجمة نانسي قنقر